موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة Math Energy في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الشكل السداسي الخارج اللي ممكن باستخدامه نستنتج كافة العلاقات بين النسب المسلسي نبدأ نرسم الشكل يا شباب وهنكتب بالترتيب نبدأ بتان بعد كده نمشي مع اتجاه عقارب الساعة ونكتب على الرأس التانية هنا ساين وبعد كده كساين وبعدين كتان وبعدين كسك وبعدين سك هنكتب النسب يا شباب بالتجاهين الاتجاه الاول هنبدأ بالتجاه عقارب الساعة لو انت عاوز تعرف قعدة التان لزاوية ستة مثلا امشي كده وابدأ مع الرأس الاولى ساين على كساين بدون حفظ ساين ستة على كساين ستة طيب لو عايز تاخد الساين بنفس الاتجاه يا شبابي هتقول ساين ستة تساوي كساين ستة على كتان ستة ولو عايزين كساين ستة هتقول بي ساوي كتان ستة على كسك ستة طيب لو عايزين الكتان بنفس الاتجاه يا شباب يبقى كسك ستة على سك ستة ولو عايزين الكسك يبقى هيساوي سك ستة على تان ستة طيب لو عايزين نمشي بعكس اتجاه عقارب الساعة يعني نمشي بالاتجاه المعاكس وليكن مثلا هنبدأ بالكتان فلو انت محتاج تجيب كتان ستة يبقى هتقول كساين ستة على ساين ستة طيب لو عايز تجيب الكساين يبقى بي ساوي ساين ستة على تان ستة طيب لو عايز تجيب الساين يبقى بي ساوي تان ستة على سك ستة وهكذا في نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفدتم منه وما تنساش بها تعملونا لايك واشتراك للقناة